مرحبا بكم مع امولا اليوم نعملو صلاطة بنينا برشا انا الحقيقة من عشاقها وقولوا لي انتم ما كنت تعرفوها وتحذروها زيدا بالطريقة لي انا بش نبرتجيها معاكم متنساوني شمال لايك والبخطاج نمشي مع بعضنا نشوفوا طريقة امتاع تحذير صلاطة امتاعنا اليوم سيخطوك تبدأ هكا الدنيا سخونة انا نحب ديما نعملها معا يعني شوية الحم مشوي وقالة جيج اللي هو المهم حاجة بنينا برشا نحط البطاطا متواسطين وقالة نقصها مكعبين بش ناخو الكروين امتاعي بش نحط فيها شوية ماء وبش نحط البطاطا امتاعي وبش نحط هيكا رشا معناها ملح وبش نمشي ان طيب بتباع البطاطا متانا نتفقدوها مخالوها شتيب برشا ونخلي سقطروها ونخليوها تبرد هذه كديما رشاة الملح كما قلت لكم دوكوتا يخذتوني يقعت نشفي هيكا جرينيت الفلفل متاعي وبش نقشرهم كيف كيف ونخليهم يبردوا مهم برشا البطاطا والفلفل نخليوهم ي بش نحط البطاطا بنحط الفلفل شنحط هوني تماطم وبش نحط زيته كيف كيف شوية بصل مش برشا وبش نحضر مبعدنا السوس اللينا نحط نستعمالها للنوع عادية متاع السلطة بش ناخو صحيفة صغيرة وبش نحط يعني شوية زيت زيتونة بتبيعة بش نفوحوا السلطة متاعنا بش نحط عصر قارس بش نحط هيكا شوية يعني فلفل اكهل شوية ملح شوية كليل وزعتر هيكا مرحيين اذي طريقتي كانت تحبوا انتومات تعمتوا وتنوع اخر متاع السوس كيف ما تحبو بش نحط ونhui شوية مغرفة صغيرة ثوم وبيش نضيف بتبيعة الحاله مغرفة هيكا متاغط اللي هو الخردل ونخلط بالفيها بالفيها رشت الملح بالتبيعة معناها دي ما هيكا الملح كيف ما تحبوا انتومة اه دونك هوني اه ضفت الموتاق نخلط بالباهي السوس متاعي وباش نضيف لقيقة انا شوية معناها هيك نعناع شايح نحبه برشا في اي نوع متاع السلطة ماذا بيه دي ما نحط شوية نعناع نخلط الكل ونرجع للسلطة متاعي باش نسقيها بالسوس اللي حضرناها هيك ذيك مبعضنا نخلط الكل ونبعد كيف ما تحبوا انتو ما تنجموا تزينوا السلطة متاعكم بنينا برشا نوع دي متاع السلطة الحقيقة نحبها انا ونحب هكا دو تنزنطن نعملها سهلة برشا زيدا كيف كيف وكي ما قلت لكم تجموا تضيفوا هوني الكبار تجموا تضيفوا الزيتون يعني اي نوع متاع زيتون هكا تحبوا عليه انا جزت هكا بيهي بالنسبة لي انا دونك اذيك المكوين دي ما نعملها في السلطة متاعي زين هكا بزيتون سلقت هنا ولا طيابت هكا باش نسكولي فهموني البيض والا العغام وزينت هيكا من فوق بتبيعت الحالت نجموا تحطوا زيدا النعناع هيكا كي ما قلوا احنا الاخطر بنينا برشا اذيها غصيتنا لليوم بارتاجيتها معاكم اذيكا جران بليزير ايدي هيكا سويان الفطور وإلى اللعشاء معاها هيكا حاجة معانيها شوية جيج مش فيه وإلى حوت وإلى اللي هو اللي متوفر وصحة وبشفاء اذيها غصيتنا لليوم انشاء الله تعجبكم فكرة نبارتاجيها معاكم دي ما ذيكا جران بليزير تاريخ تزيدا في التفويح تزيدا بارتاجيتها معاكم بالنوع انها تاريقة السوس انشاء الله تعجبكم الناس الكل ومتنسونيش من لايك والبارتاج نحبكم برشا وفي امان الله بسليما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر